زوجي عنده انيميا واخد اربع كاس دم ولسه نسبة الهيموجلوبين تمانية عنده بوصير احيانا ينزف وابني انيميته تمانية وعنده 15 سنة ايه الحل واحنا الظروفنا المادية مش قوية انا لا اعتقد ان احنا في مصر دلوقتي نقبل هذه الكلمة هناك مستشفات حكومية من اسوان الاسكندرية مستشفات الحكومية مجانية اما بنلاقي حد الاسر العين هو مجان اما بنلاقي حد بنقف جنبه انت مكسلة تروحي مستشفة حكومية ده موضوع تاني موضوع تاني خالص مصر اكتر بلد فيها جمعيات اهلية اكتر بلد فيها جمعيات اهلية تقف جنب الغير قادر فانا مش قابل منك الكلمة دي خالص في جمعيات تساعدك كتير جدا في رجال خيرين جدا جدا في مستشفات حكومية مش هتسيبك طبعا الرقم اللي انت قلتيه ده مفزع مفزع سواء لاجوزك او لابنك تمانية جرام تمانية جرام دي انيميا شديدة جدا لكن الانيميا يعني ما هوش مرض ما هوش مرض عشان تقول لي انيميا تقول لي سببها ايه احنا عندنا اسباب كثيرة جدا جدا الانيميا ما ينفعش اقولك ده انيميا اسكت ما ينفعش طب انيميا ما هو عنده بواسير نزف طب وابنك عنده بواسير اهو لاثنين تمانية اذا نتكلم كلمتين ثلاثة على يعني ايه انيميا عشان نوعيكي قبل ما وعيكي اقولك نروح اي مستشفى حكومي اي مستشفى حكومي حياخدوه في الحال تمانية جرام من الارقام اللي هو نستقبلها بسرعة جدا يعني ايه انيميا يعني نقص الهيموجلوبين عما انا اتوقع تقول لي يا راجل بالزمة ده كلام انت مين انت مين عشان تتوقع اقولك تخيل ان جميع الكتب المراجع اللي من امريكا وانجلترا كتبة كده نقص الهيموجلوبين عما تتوقع يا طبيب يقولك طب ليه كده يعني نقص السوديوم يقولك تحت 130 نقص حطيلي رقم نقص الكالسيوم تحت 9 يبقى عنده نقص كالسيوم يحطيلي رقم انما جه في الانيميا يقولك تحت ما انت متوقع طب ليه قال كده لان ما فيش واحد زي التاني ما فيش بني ادم هيموجلوبينه زي التاني تقول لي يقول لي امثلة مش عايز كلام عايم كده يقولك برافا عليك ايه اكتر حاجة تنشط نقص نخاء العضب نخاء العضب هو العضو المسؤول عن عمل هيموجلوبين اللي احنا منتكلم عليه اللي هو اللي هو الهيموجلوبين لو نقص يبقى اسمه انيميا يبقى ماهي الانيميا نقص الهيموجلوبين طب الرقم كام تعالى بقى ناخد القصة جميلة هتسمحها مين اكتر حاجة تنشط نخاء العضب نقص الاكسوجين نقص الاكسوجين انا كنت في زي انا كنت في زي انا كنت في زي